اثنان من أهم شركات الأدوية العالمية وأبرزها فيما يتعلق بتصنيع الأدوية والبحث عن لقاح لفيروس كورونا قد يجتمعان ويتجهان نحو العمل معا في بروجيكت أو عمل مشترك اندماج محتمل بين أسترازانيكا ومنافستها الأمريكية جيليات وأسترازانيكا في طبيعة الحال قد دمجت أسترازانيكا السويدية وزانيكا البريطانية في عام 1929 هذا الاندماج المحتمل ممكن أن يشكل أكبر عملية اندماج على الإطلاق في تاريخ الشركات الأدوية وقطاع الرعاية الصحية ويمكن أن يصل إلى قيمة 240 مليار دولار بلغت القيمة السوقية لأسترازانيكا نحو 140 مليار دولار وتخطط بذلك شركة رويل دوتشيل لتعتبر الآن أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في بريطانيا وجيليات بنحو 96 مليار دولار بحسب أسعار إغلاق الجمعة الماضية أكبر صفقات الاندماج والاستحوات في قطاع الرعاية الصحية كانت عام 2019 بين سالجين وبريستل مايرس كويب وبلغت بنحو 87.6 مليار دولار أي أقل بنحو 150 مليار دولار عن الصفقة المحتملة التي نتحدث عنها صفقات عديدة مثل ألرجين أبي في شركة فايزر أيضا وعام 2018 بقيمة 81 مليار دولار صفقة بين شاير وتكيدا لنبحث أيضا إذا كانت ستكتمل أكبر عملية إنتاج وكيف كان تحرك الأسهم أسهم الشركتين التي تسعيان إلى الاندماج أسترازانيكا شهدت ارتفاعات بنحو 41% في سهمها خلال الـ 12 شهر الأخيرة لتصل إلى مستوية 53 دولار للسهم حاليا وجيلياد شهدت ارتفاعات بنحو 19% لنفس الفترة تقريبا السهم عند 76 دولار وشهد أكبر ارتفاعات في شهر إبريل عندما دعمت الـ FDA النتائج العقار التي توصل إليه في تلك الوقت أسباق الشركات مستمر نحو الوصول إلى علاج فعال لفيروس كورونا أهم هذه الشركات طبعا أسترازانيكا وبالتعاون مع جامعة أوكسفورد وجيلياد وبالحديث طبعا عن عقار رامد زفير الذي كان الأقرب ربما للوصول إلى عقار فعال لمعالجة فيروس كورونا جونسون أند جونسون تكلفت تقريبا 2 مليار دولار على الأبحاث والتطوير حتى الآن في مسعى مع كل هذه الشركات للوصول إلى علاج أو لقاح لفيروس كورونا موسيقى شكرا